السلام عليكم والله يسعد مساكم يا رب اخواني في اكتر من حد حكى معي وطلب مني على الخاص اني احكي بموضوع تسمم الحمل عند الاغنام والماعز وكتير يبعتوني اكتر من حد انا لزلت اكتر من فيديو خاصة على صفحتي على تيك توك وحكيت بهذا الموضوع ولكن يبدو انه الرسالة مش واضحة كتير بالنسبة لك كتير ناس بيسألوا لهيك بعتولي على الخاص اني احكي بهذا الموضوع فبدنا نحاول انه يعني نعطيهم معلومات اكتر عن الاعراض وعن العلاج وعن تعريف المرض تسمم الحمل حتى تكون الرسالة واضحة عندي الجميع وتكون يعني معلومة مفيدة وكمان تكون مرجع الى الكل واحد بصير عنده مشكلة يرجع للفيديو ويحضر حتى يشوف انه الاعراض الموجودة عنده وبنفس الاعراض المذكورة بالفيديو عشان يقدر يعالجه يتصرف بطريقة صحيحة هلا هو بالنسبة للتعريف المرض هو نقص سكر بالدم يعني بصير عندها نقص بالسكر وهذا نوع من انواع التعريف او انه هاد نوع من انواع المشاكل اللي بتصير هو في اكتر من نقص بصير لكن انا يعني بحب اذكر بس نوع معين بصير نقص سكر في الدم عند الاغنام والماعز كمان وخاصة الغنم المعاشير والحوام اللي بأكتر من واحد او اتنين وكمان بيكون تسمم الحمل في الاغنام السمينة الناصحة اللي عليها الدهن كتير والماعز السمينة والمليانة بصير عندها وكمان النحيفة الضعيفة الضعيفة كتير لانه بكون فيش عندها مناعة قوية تقاوم الحمل اللي حاملتك وانه حامل او معشرب اثنين او ثلاث لهيك بصير عندها التسمم الحمل وغالبا يعني واكتر شي بصير في الاغنام في المراحل الاخيرة من الحمل يعني قبل الميلاد بعشرين يوم او شهر او خمستعشر يوم بهاي الفترة بصير تسمم الحمل عند الغنم هلأ بصير عندك نقص السكر عند الغنم عند الغنم المعشير وخاصة باخر فترة العشار اللي هي عشرين يوم او خمستعشر يوم قبل الميلاد بصير عندها هبوط في السكر وبتكون مدة المرض مع النعجة او العنز من ستة لثمانة ايام يعني بدأت ضل بحالة المرض للتسمم الحمل وبعدها اذا انت ما انتبهت خلال هاي الفترة او قبل الثمانة ايام يعني خلالنا نحكي اذا انتبهت للحالات الاراضي عند النعجة وعرفت انه تسمم حمل بفترة اول يوم يومين ثلاث بتقدر يتعالج وبنته الموضوع لكن اذا انت انتبهت له بعد خمسة ايام او قريب لا ثمانة ايام بتكون عملية العلاج لها صعبة وما بتقدر انك تلحقها او تعالجها لهيك بننصح انه الكل بربي يكون عنده معرفة بالاعراض اللي راح احكي عنها هلا عشان لما يصير عنده الاعراض هاي مباشرة يعالج حتى ما يفقد الغنم اللي عنده بالنسبة للاعراض من الاعراض اللي بتصير اللي هي عدم الاكل او فقدان الشهية يعني النعجة ما بتكونش عند شهيتها مفتوحة للأكل بصير عندها كمان الانطواء بتلاقي الغنم في جهة وهي في جهة بنظلها من زوية لحالها ما بتتحرك كثير بصير عندها توسع بالعين عينها بتتوسع وبصير فيها دمع يعني عينها بتكون شاخصة هيك فاتحة وبتلاقيها بالدمع بصير عندها خمول بصير عندها نعاس بصير عندها كمان رأسها بيظل نازل لتحت بصير عندها زبد يطلع من تمها اللعاب بتصير ترغي تطلع رغوة بيضة من تمها هاي الاعراض يعني مع انه بتكون مفتحة دنيها وكمان بتكون تشنك دنيها احنا منسميها بتشنك دنيها او بتفتح دنيها هيك على جنب وكأنه حد بيحكي معها هاي كل الاعراض اللي بتصير عندها اذا انت انتبهت للاعراض هاي في اول مراحل المرض تسمم الحمل في البداية اول اربعة ايام او ثلاثة ايام او يومين اذا انت انتبهت بتقدر يتعالج وبتقدر يعني تعطي النعجة لعلاج اللي راح نحكي عنه كمان هلا بتقدر تعالجها وبتلحقها يعني لكن اذا انت انتبهت للأعراض اللي حكيناها بوقت متأخر بعد سبوع او اكثر بالحالة هاي انت ما راح تلحقها وانا يعني بحكي لك من تجربة وبعد يعني كثير حالات واجهتها ما راح تستفيد منها وراح تفقدها وتخسرها لهيك يعني انا بحب اعود عند الغنم احط كرسي واعود عند الغنم المعاشير واتفقدهم واحدة واحدة واتطلع عليهم ورائبهم عند الاكل لما حط لهم الاكل برائبهم لما بطلعهم برائبهم لما برجعهم على المزرعة على القسم اللي هم من فيه برائبهم فدائما بدك يكون عندك متابعة مستمرة حتى انت تقدر تسيطر على الحالة اذا صار عندك اعراض بهاي الفترة بتقدر يتعالج لكن الوقاية من هذا الشي يحنا كيف بدنا يعني نتجنب انه سير عينتنا هذا الشي ضروري واول نقطة في الموضوع ضروري انه انت ما تقطع المي عن الغنم يعني فيه غن ناس مثلا بحطو لهم سط المي وبيطلعوا بروحوا عاشغالهم وحياتهم بشتغلوا برجعوا على المزرعة بلاقوا الغنم فيش عندها مي قلة المي بتسوي هذا الشي عند الغنم وخاصة المعاشير بقى اخر فترة هذه النقطة وكثير ناس بتسويها وانا برات بفئد لكن الحمد لله انا عندي عميلة طريقة انه المي انا ما بتدخلش فيها يعني نهائي لحالها المي اوتوماتيك بظلها تعبي لحالها قدامهم وراح ان شاء الله اعمل فيديو بخصوص طريقة المي وتعديم المي لالهن بدون انا ما اتدخل في الموضوع اه كمان اه ما تخلي الغنم يصير عندها ارهاق او تعب يعني ما تتعب النعجة وتركض كثير اه لانه بتعبها هذا الشي تغيير في الاكل اه كل يوم تحط اكل شكل كل يوم تقدم طريقة اكل شكل هذا الشي بسوي عندها مشاكل هذه الوقاية انا بحكي لك عن طرق الوقاية اه لازم تقدم الاكل اللي هن بطريقة منتظمة وجبة الصبح وجبة المساء بمقادير معينة بكميات معينة اللي نعجى اه تاخد حقها وتستفيد من الاكل اللي بتاكله بدون ما يسبب لها اعراض ومشاكل اه كمان هلا اه اه في الحالات هاي انت هيك بتحاول انه ما يصير عندك اه تسمم الحمل لكن اذا صار اذا صار لسمح الله تسمم الحمل عندك بدك شوف في البداية في بداية المرض اذا لاحظت الاعراض هاي في البداية انت اول يوميا ثلاث اربعة ضروري جدا انه انت تعطي الغنم دبس للسكر وتعطيها كلس تحت الجلد وتعطيها مضاد حيوي هاي طبعا الامور كلها انا بحكي لكيها بعد تجربة وموجودة عندي الادوية كلها لكن برضو انا بحكي لك اللي عندي والبعرفه برضو انت بدك ترجع لما تشوف الاعراض هاي مباشرة احكي مع طبيب بيطري اللي يتابع الحالة يعني بشكل مباشر وانا مثل ما بحكي لك اذا انت انتباهت في البداية راح اتعالج وراح يعني تنجح العملية معك لكن اذا انت ما انتباهت وصارت عندك الحالة وكان الميلاد قريب يعني كانت هي معشرة وضللها عشر تيام او سبع تيام او خمس تيام او خمسة عشر يوم عشان ما تخسرها بتقدر تعمل لها عملية قيصرية وانا عملت العملية القيصرية والاكثر من حالة طبعا باخر ايام الميلاد يعني باخر ايام العشار قبل ما تولد بكم يوم بتعمل عملية قيصرية سواء من البطن او من الرحم وبتعطيها كمان ابرت زيت طلق عشان تساعدها على الميلاد او العملية القيصرية وبتربيهم انت والنعجة بترجع طبيعية لكن المهم والضروري انه انت تنتبه للاعراض اول ما تصير عندك